اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكون شركة ذات مسئولية محدودة وثلاث مؤسسات ذات مسئولية محدودة طلبت تحويل نشاطها إلى شركة الشخص الواحد وشركتان مصنفتان مؤسسة فردية طلبتا تحويل فرع من كل واحدة منها إلى شركة تضامن وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة الوطنية للتربية والتعليم بطرح 13 مليون سهم للاكتتاب العام بيمثل نحو 30% من أسهم الشركة وقالت الهيئة أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف وإشارة إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية السعودية تكمل المقاطعة العربية لقطر عمها الأول ملقية بظلالها على الاقتصاد القطري ككل مما دفع وكالات التصنيف العالمية إلى تعديل تقييم السيادي لقطر وخفضت وكالة موديز في مايو 2017 تصنيف قطر من AA2 إلى AA3 وغيرت النظرة المستقبلية في يوليو الماضي من مستقرة إلى سلبية ومنذ اليوم الأول للمقاطعة قامت كبرى مؤسسات التصنيف العالمية بخفض تقييمها لقطر فيما قامت وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تقييمها السيادي لقطر مع تراجع تصنيف الإصدارات السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية قفزت أسعار النفط أكثر من 2% متعفية من هبوط استمر أربع جلاسات مع تعبير البنك المركزي الروسي عن الحذر بشأن خطط لزيادة المعروض من الخام وتوقعات لمحللين بانخفاض في مخزونات النفط الأمريكية وأنهت عقود خام القياس العالمي منزيج برينت جلسة التداول مرتفعة 2.11 دولاراً أو 2.8% لتبلغ عند التسوية لأكثر من 77 دولاراً هذا وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.48 دولاراً إلى أكثر من 68 دولاراً للبرميل أعلنت الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وردات عدد من السلع الاستهلاكية وذلك بدءاً من الأول من يوليو المقبل ومن المرتقب تخفيض رسوم الوردات على عدد من السلع من بينها الملابس إلى أقل من النصف لتصبح 7% بدلاً من نحو 16% كذلك ستخفض الصين رسوم الوردات على بعض الأدوات الكهربائية من أكثر من 20% إلى 8% فقط قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع أكثر من 4% في أبريل وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد إليكزاندر ديجونيك إن الاتحاد لديه تفاؤل حذر بأن الطلب سينمو بمعدل 4% هذا العام وذكرت إياتا أن الطاقة الاستيعابية المتاحة للشحن والتي تقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن خلال عملية الشحن زادت 5.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي ترجمة نانسي قنقر